سلام البناس كديري لبسي لكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد الموضوع دي اليوم أكيد غاديهمكم كامل وصفة رائعة جدا في تنظيم الهرمونات في علاج تكيوس المبايض وكذلك في المساعدة على الحمل إذن بقي معي وتابعي الفيديو تلأخير وبطبع الحال إذا كنتي أول مرة كتشوفي القناة وعجبك المحتوى ما تنسيش أنك تشتركي بالتغط على الزر الأحمر أسفل فيديو سابني سبسكرايب أو اشتراك وكذلك فعلي خاصية الجرس قبل ما نبدأ هذا الفيديو كذلك كان بغي ديما نشكركم على اللايكات ديلكم على الدعم ديلكم والحب ديلكم للقناة شكرا بزاف لأن بلا بكم أكيد القناة ما غدش تستمر شكرا بزاف لأنكم وصلتوا القناة لهذه المرحلة هذه المتقدمة وعلش اللي نزيد ونوصلوا المليون مشارك بإذن الله بطبعة الحال أن كل شي بإذن الله وبطبعة الحال أن حب الناس نعمة لا تقدر بتمن شكرا بزاف على الحب ديلكم والدعم ديلكم مرة أخرى بلما نطول عليكم الفيديو ديال اليوم عبارة عن وصفة ديال إكليل الجبل أو الأزير هاد الوصفة المشهورة جدا اللي كتساعد على الحمل على تنظيم الهرمونات وكذلك كتساعد في علاج تكيوسات المبايد هاد العشبة ديال إكليل الجبل هي عشبة مشهورة للغاية لها العديد من الفوائد اللي اتجرت عليها الأبحاث العلمية واللي تبتت فوائد إكليل جبل للمبايد غدين تناولوا في هاد المقال كذلك فوائد إكليل جبل للمبايد والحمل والعديد من الفوائد القيمة الأخرى لأن بزاف ديال السيدات كيكون عندهم هاد العناصر يعني هاد الأعشاب هدي في المنزل ديالهم وما كيعرفوش كيفاش يستخدموها بالطريقة الصحيحة وما كيعرفوش شنهما الفوائد ديالها وكيفاش نستخدموها فوائد إكليل جبل للمبايد هاد النبات هاد ديال الأزير هو عشبة معروفة كيكون دائمة الخضرة كيعود الأصل دياله إلى البحر الأبيض المتوسط كيتم الاستخدام دياله بمثابة بهار للطهي لصنع معطرات للجسم كما أن له فوائد صحية عديدة مثل فوائد إكليل جبل للمبايد إكليل جبل هو عضو من عائلة النعناع يعني بنفس العائلة ديال الأعشاب المنسمة أو المعطرة بطبيعة الحال أنه كيكون بالإضافة إلى الأعشاب الأخرى مثل التوابل والزعتر والريحان والخزامة العشبة لا تستخدم فقط كبهار للطعام لتجعله أكثر لدى ولكنها أيضا مصدر جيد للحديد والكالسيوم وفيتامين بيسيس عادة ما كيتم الاستخدام دياله في شكل عشب جافة يعني ممكن تخضي عشبة جافة لكيتباع يعني عند العطارة كما أنك ممكن تخضيه طري يعني يكون أوراق ديال إكليل الجبل كيتخدم إكليل الجبل بشكل تقليدي للمساعدة في تخفيف ألم العضلات تحسين الذاكرة تعزيز جهاز المناعة والدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر كما أنه نبات معمر يعيش أكثر من سنتين بالنسبة لأهم فوائد إكليل جبل للمبايض كيعالج لنا تكيّس المبايض كيفما كان عرفوه بأن العديد من النساء كيعانوا من وجود تكيّسات على المبايض وهي ظاهرة مجهولة الأسباب ولكنها ممكن ترجع إلى خلال هرموني وزيادة هرمونات الدكورة أو عوامل وراتية كتأثر على عملية التبويض هالتكيّسات هذه وكذلك على الحمل تبتأت الدراسة أن نجاح إكليل جبل يعني في علاج وتخفيف مرض تكيّسات المبايض داروا يعني الدراسات على مجموعة من السيدات وكان هاد الإكليل ديال الجبل أو أزير كيعالج هاد المشاكل هادي عند هاد السيدات هادي وطريقة الحصول على فوائد إكليل جبل للمبايض ومنع التكيّسات كتستعمل الأوراق الجافة أو الخضراء فقط في العلاج كتوضع مقدار منها في الماء وكتغليها على النار لمدة تلت ساعة كتصف المنقوع من الماء وكتوضع عليها بعض من الزبيب المجفف وكتركه ساعتين وكتناول ملعقة منه على الرق وملعقة قبل النوم لأفضل النتائج الوقاية كذلك من سرطان المبايض إكليل الجبل عنده قدرة كبيرة على منع تكون جميع أنواع السرطانات حيث يحد من تحول ونمو الخلايا السرطانية خصوصا سرطان المبيض يمكن إضافته إلى اللحوم والأطعمة كبهار للاستفادة من تلك الفائدة ومنع تكون خلايا سرطانية في المبيض مفيد كذلك للتهيئة للحمل وللمساعدة على الحمل بالنسبة للسيدة لمكي عنيوش من مشاكل صحية مفيد للسيدة المقبلات أو اللواتية رغبنا في الحمل فهو كيهي جسم المرأة الحامل للتعامل مع الحمل ومعالجة مشكلة تأخر الحمل والعقم ولكن يستخدم قبل الحمل فقط يعزز إكليل جبل مناعة جسم المرأة عن طريق زيادة كرات الدم البيضاء مما يجعلها قادرة على الطرد الأجسام الغريبة ومنع انتشار الأمراض مثل أورام السرطانية المنتشرة كسرطان الرحم والمبيض بالنسبة لفوائد إكليل جبل للدورة الشهرية استكمالا لفوائد إكليل جبل للمبيض لدى زيت إكليل الجبل خصائص علاجية رائعة كتجعل له القدرة على تخفيف الألم لذلك ينصح بأنه يستخدم في علاج التربط الحيد وتنظيم الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات التي يعانيوا من عدم تضام في الدورة الشهرية كما أنه يخفف من تشنجات الدورة الشهرية المؤلمة كيحسن كذلك الهرمونات كيساعد إكليل جبل على تحقيق التوازن بين هرمونات المبيض والهرمونات الأخرى فهو يزيد من هرمونات الأندروجين وهرمونات الأستروجين في الجسم كما أنه يقلل من إطلاق هرمون الدكوري الهرمون اللي كيكون مسؤول عن تكيس المبايد وكذلك اللي كيكون مسؤول عن مجموعة من المشاكل في الرحيم ديال السيدة بالنسبة لفوائد إكليل جبل بجانب أهميته للمبايد كيزيد التركيز كيحسن عملية الهضم كيقلل شيخوخة الدماغ كيوقي من أنواع السرطانات مفيد لتفتيح البشرة ولتغذية الشعر والتأخير من ظهور الشيب كيحتوي على مضادات أكسدة بالنسبة لموانع استخدام إكليل جبل بطبيعة الحال أن السيدات اللي كيعانيوا من مشاكل مثل نزيف بين الدورات هاد السيدات مخصومش يتناولوا هاد العشبة هادي كذلك السيدات اللي كيعانيوا من كثرة الدورة الشهرية أو زيادة الكمية ديالها هما ما يستعملوش هاد العشبة لأنها كتكون مسخنة للرحم وبطبيعة الحال السيدات اللي كيعانيوا من تدام الدورة فما عندهم تشي مشكل أنهم يستعملوا هاد العشبة هادي ديال إكليل جبل باش تنظم لهم الدورة الشهرية لا ينصح كذلك بتناوله أثناء الحمل لأنه كيسبب انقباض في عضلات الرحم مما كيأدي إلى الإجهاد هاد الفوائد هادي أكيد غادي تشجعكم باش أنكم تناولوا هاد العشبة السحرية لأنه كيحمي المرأة من الإصابة بالإضطرابات الهرمونية للمبايض حيث يعتبر من أهم المشكلات اللي كتواجه المرأة هو حدود خلل والتراب في الهرمونات كيأثر على المبايض وكيضعف من العمل ديالها حيث يعمل إكليل جبل على تنظيم الهرمونات بشكل جيد جدا لأنه كيحتوي على مدة الكورتيزول اللي كتوازن ما بين هرمون الأستروجين والأندروجين في الجسم كما يساعد في تقليل إفراز الجسم لهرمون يعني الوحد الهرمون اللي كيكون دكوري كي فيما قد لكم كيتستخدم كعلاج كيساعد في التخلص من ألم تكيوسات المبايض كيساعد على إدابة الدهون اللي كتسبب مشكلة التكيوسات كييعالج التوتر النفسي أثناء الدورة الشهرية كييعالج التهابات المبيض كيساعد في انتظام الدورة الشهرية وكذلك كيحتوي على مضادات الأكساد الفعالة اللي كتحارب ظهور الجذور الحرة في الجسم وكيحمي من الأمراض السرطانية وسرطان المبايض عند النساء بالنسبة للفوائد دياله على الرحم كيزيد من عملية الأيد في الجسم مما يساعد في إنقاص الوزن كييعالج الالتهابات المهبلية بالنسبة للسيدات اللي كيعاني من الالتهابات كيعالج التهابات عنق الرحم لكي ممكن تأخر حدوط الحمل وكذلك كيعالج الحالة المزاجية للحامل بالنسبة للحوامل ولكن من الأفضل أنه يعني ما تاخدوش سيدة الحامل لأنه ممكن يسبب في إجهاض بطبعة الحال أنه كيساعد في التخفيف من ألم الصداع والمفاصل من خلال استخدام دياله كديهان موضعي يعني بالنسبة لسيدة الحوامل يستخدموه كزيت يعني كزيت مش يشربوه عن طريق الفم باش ما يكونش عنده تأثير عليهم وكذلك يعني هذا الأزير أو إكليل الجبل مفيد كذلك للرجال كيساعد في تحسين دورة دموية وكيعمل على تدفق الدم وكذلك كيزيد من عدد الحيوانات المنوية وكيقوها مما يحسن من الخصوبة عند الرجال بالنسبة للاستخدام دياله كيف ما قلت لكم أعطيتكم وصفة قبل وده بغا نزيد نعطيكم وصفات أخرى يعني خصك ضروري أنك تستخدم مئة كليل الجبل المجفف أو الأخضر بوضع كمية منه في إناء وغليها على النار لمدة تلت ساعة بعد أن يبرد نقوم بتصفيته ويضاف إليه بعض من الزبيب المجفف ويترك لمدة ساعتين كي تم تناول ديال ملعقة في الصباح على الريق وملعقة في المساء في النهاية كنقول لكم بأن فوائد إكل الجبل لترشيط المبايض وكذلك استخداماته في علاج العقم وأهم الوصفات العلاجية له تبتات يعني النجاح ديالها فبالتالي كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى لإعجاب ديالكم وتكونوا استفتوا من المعلومات اللي قدمت لكم بطبيعة الحالي لا عندكم أي استفسار خليوها لي في التعليق أسفل فيديو وديما دعموني باللايكات ديالكم إلا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال وبارتجيو الفيديو ونشروه على نطاق واسع باش تعم الفائدة إلى اللقاء مع فيديو مقبل وموضوع جديد إن شاء الله بسلام عليكم